الأستاذ نائل جوابرا خبير اقتصاد صبحك الله الخير صبحك الله بالنور والسروح في البداية صباح الخير أستاذ نائل صباح النور طبعا اليوم موضوعنا جدا مهم وأغلب شبابنا اليوم أو في الدولة يقعون في هذا المأزق وهذه الورطة واللي هي ورطة القرور في البداية أستاذ يحبين نوضح للأستاذ المشاهدين وتوضح لنا أيضا شو هو القرور بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم على جميع المشاهدين بالنسبة للقرور هو أثر مالية ممكن تتعثر مالياً في سنة من السنوات أو في شهر من الأشهر تتجاه لأخذ قرض لسد هذه المحنة ولكن القرض عليك إخذها لسد محنة ليس في القرض لشتري كماليات كما يقال الكماليات المشكلة بالقرض التي تأخذي الشباب أو ن��مايراً هي عبارة عن سد الكماليات الكماليات التي ممكن تشتري موبايل أو سيارة ممكن تتجاه إلى أشياء كمالية فقط في الحياة الماغة هي عثرة لكن للأسف عندنا الحين الذي هو الديّن والزيّن الديّن والزيّن فهذا الديّن والزيّن هي مشكلتنا عند الناس وعند الشباب خاصة وصار الشاب يتجه إلى الدين أكثر من أن يقول لا أنا أشتغل وأخذ صار يتجه إلى الدين أسهل لأنها عبارة عن يوقع توقيع خراس ويأخذ القرض جميل فضل لكن إن مشكلتها ما هو القرض الذي أخذه أو ما هو الورقة الذي أخذها فهذا للأسف لا يوجد أي خلفية أو لا يوجد أي معلومات الشبرية عن هذه الورقة الورقة اللي وقعهمでは لا يعني أي خلفية؟ هو لا يعني أي خلفية لا أستطيع أن يقرأ لكن يقرأ يываютهم إنهم يأخذون الفلوس ما هو الفلوس؟ أو كيف هاتفهم؟ أو كيف أخذق الفلوس؟ هو ما يعرف أو ما يكتب في透ف العقل إذا إذا كان لديه الصحاب أيضا يذا فعلا هو ما يعرف طبعا كل البنوك لا يشرحوا لغير ما أنه لا يفعل و خلال 4 سنوات و خلال 3 سنوات و خلال 4 سنوات و خلال شهر تدفع بدأ ماء هذا يسل لك هذا الذي يسألك معي، ما هي الإغراءات التي يغنونها للعمين؟ هذه إغراءات كبيرة بالنسبة للعمين إغراءات يقولون لها أنت لا عليك أن تدفع جزء بسيط من الراتب إذا كان راتبك 20 ألف تدفع فقط 500 خلال 10 سنوات أو 5 سنوات لكنه لا يعرف في الـ 500 هل أنه الذي دفعها هي الـ 500 فعلا؟ أو أن الـ 500 تتحول إلى ألف أو أن تزديد هذا القرض خلال 10 سنوات أو خلال 4 سنوات أو الخمس سنوات مثل ما تفضلت هل أن هذه القيمة هي القيمة المضافة لأليه؟ أو تزيد أو تنقص؟ نحن نسألك هل هذه القيمة هي القيمة المضافة عليه؟ بكل تأكيد في كل البنوك للأسف لا يسأل لا يسأل لا يسأل هناك قيمة متناقصة قيمة متناقصة يعني أنت الحين تدفعين مثلا فائدة خلال أنت مخذ القرض خلال 5 سنوات أو 4 سنوات نعم خلال الأربع سنوات أو خلال الخمس سنوات التي تدفعينهم يقول لك كل شهر لك ألف ونأخذ من راتبك من استقبع من راتبك ألف صحيح اللي هي جزء من القرض جزء من القرض وجزء من الفائدة مثل ما تفضلت هذه القيمة خلال سنة أنت ما تعثرت خلال هذه السنة هذه دفعتي بانتظام وفي اليوم المحدد تصبح عندك متناقصة بدل الفائدة ثلاثة بالمئة تصبح 2.5 لكن لو تأخر شهر واحد يعني بعضهم يقول شهر واحد قادي ما يأثر يعني شهر ما بدفع شهر ما بدفع قصدك التأجيل يكون التأجيل القرض أو القصد للأسف للأسف ذكرناها في حلقة القصاد أن هذا التأجيل هو أكبر مشكلة عند المقرض لأن الشخص دفع خلال سنة وأجل آخر قصد سيروح إلى آخر سنة يعني خلال ثلاث سنوات قادمة دفع هو خلال مثلا 11 شهر 12 شهر قال أنا أجله التأجيل قال أنا أجله قال له تأجيل قصد واحد فقط لا قصد واحد فهذا القصد اللي هو شهره 12 تأجل إلى أربع سنين وشهر هذا الشهر هذا القصد يدفع عليه فوائد لين الثلاث سنوات والشهر هذا فهذا يكون الله المستعال هو موجود في العقد ومكتوب ولكن للأسف كثير يجهلها للأسف يقول لك أنا قاعد أدفع فوائد أكثر من القصد صحيح أو أدفع فوائد أكثر من القرض اللي أنا ما أخذها هذه هي تأجيلات هو يأجل بعد ثلاث شهور أجل القصد بعد خمس شهور أجل القصد نعم طبعا استفادة كلها للبنوك أكيد وطبعا ما حد يعرفه وهذا مكتوب بالعقد نعم لأن يكون ما في أكثر عقودنا من مكتوب تناقصية للأسف يجهلوها كثير من الأشخاص هي المفروض تناقصية تناقصية على الفائدة تناقصية على الفائدة أي على فائدة القرض وليس تناقصية على القرض نفسها تناقصية على الفائدة بالنسبة لك أربعة بالمئة يجب أن تنزل إلى الثلاثة بالمئة لأنك قاعدة تدفع أو تدفع في انتظام انتظام هذه يجب أن يكون لها فائدة متناقصة أستاذي بما أنك خبير أقتصادي أكيد أنت أدر بأنواع القرض إن شاء الله عليك أن تشوه الدهشة على الوضع لا أعطتني فرصة لا أعطتني مجال لأن موضوع مهم 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 بالنسبة إلى يومنا الحالي كلهم يأخذونها كماليات للأسف هي عثرة مالية لا يوجد أحد أن يأثر لا يوجد يوم بيك أو بيك إلا يوم تحتاج ولكن للأسف يتجه إلى أمور ممكن أن يغنع عنها لكن يتجه لأن يأخذ موبايل قرض عشاء موبايل؟ نعم وصالت؟ نعم وحق السفر حق السفر هذا يحدث؟ جدا كما أنت لا يوجدك لماذا تصفر؟ سفر سيارة سيارة مهمة تنقل نعم كدب وديك أدوانك وتردك لكن أنت تأخذ السيارة على قدك دعنا نقول أن هذه هي كماليات لكن عندما تصبح لقروض حاجة؟ حاجة أنت محتاجة مثلا أنا محتاجة سيارة يجب أن أخذ رنجروفر ليس بشرط نعم أخذ الرنج أنا محتاجة الرنج أخذها الصغيرة الأر لازم أخذ أفضل أو حتى إذا كان عندك على الأقل نص المبلغ إذا كان عندك نص المبلغ فهذا هو يعني أنت مم محتاجة القرض تقدر تأخذ سيارة ثانية صف أنت ليس بشرط أن تأخذ للكماليات للأسف صرنا نأخذ أو نتجه لنظرة الناس لنا والله أنا عندي سيارة كذا وهذا ما عنده وعندي موبايل وهذا ما عنده أو يجب أن أخذ أدة موبايلات تحصل لأحد ما شاء الله عنده أربع أو خمس تليفونات وكلها بالقرض وكلها بالقرض وليك واحد يقول والله فلان يضحك علي أنه عنده سيارة حسن مني فأطلقه نعم هذا للأسف موجود السويد ظاهرة هذه هي ظاهرة سيئة خاصة اقتراض للسيارات مثل ما قلت الراهية أو الفخمة هذه للأسف صارت ظاهرة سيئة عندنا أن الناس تتجه لأشياء كمالية أكثر من هو الحاجة مثل ما تفضلت السيارة أو أتجه لموبايل أو أتجه لأشياء بسيطة أقدر أحصلها خلال بعد كم من شهر صحيح أنا أقدر أحصل عليها ما بني ما أقدر أقدر أحصل عليها لكن للأسف يقول لك أنا ما روم إذا لم أجمعت لك أنا ما أجمعت ما عنده صبر ما عنده صبر الكلمة ما أروم هذه صارت كلمة سهلة جدا عند الناس ما روم أني ما روم أجمع مدناني ما روم أجمع ما روم أسوي ما روم أشتغل لأننا رأينا أن هناك شيء آخر يسهل بالنسبة لهم سهل للأسف صار سهل نعم هو التوقيع وللأسف صارت مثل ما تفضلت أن شيء مغريات أنك أنت تقدر تأخذه مغريات أنك أنت تستلم المبلغ بأسهل طرق نعم لماذا تأخذ مئة ألف؟ أخذ مئتين لماذا تأخذ مئتين؟ يسمح لك إلى آخر نص مليون دعونا نواصل واصل خلاص خلنا نزيد أنا أشت أستاذي مثل ما تفضلت أن هذا الطريق صح أول ما يبدأ مثلا مئة ألف لازم أحس أن يصير فيه نوع من الطمع يبقى زيادة بعد كم شهر بيه يبقى مئة وعشرين عقب مئتين عقب خلاص لأحد ما تتسكر عنده هو لأنه للأسف حصلها بسهولة حصلها بسهولة نعم حصلها بسهولة أي شيء واحد يحصلها بسهولة أكيد يعني يقول لك لماذا ترى موجود وأقدر أخذه بسهولة حتى المشكلة للأسف في البنوك صارت عندنا أنك تقدر تأخذ بسهولة تعال وقع بعدين البنك يشتري قرض البنك يشتري قرض يشتري قرض الآن أنت مثلا بنك في سين من البنوك نعم يشتري القرض نفسه ويحط عليك فوائد نعم أتناه مغادرة الأمير من بق إلى آخر هو عنده قرض عنده قرض يعني نفس التحويل يحاولون القرض من البنك إلى البنك الثاني هذه تسمى في الأسواق المالية أنك تقدر تنقل حساب إلى حساب حتى من شركة إلى شركة نعم هذه في العالم موجودة لكن نحن يوم القرض ننقل من بنك إلى بنك نحط بعد علينا فوائد أكيد زيد فوائد يا طيب أستاذ